الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اهلا بكم طلاب الصف الاول السنوي مع حل تطبيقات نواتج التعلم على درس مصر مطلع البدور مدد الدين الاصفهاني من كتابنا كتاب الشرح صفحة اربعين من كتاب الاضواء واحد حدد ممالي الفن الناثري الذي يندرج تحته هذا النص الخطافة الوصية الرسالة الوصفية الرسالة الاخوانية طبعا نص مطلع البدور لعماد الدين الاصفهاني ده يتبع الرسائل الوصفية وده طبعا عماد الدين الاصفهاني كان كاتب من كتاب دوان الرسائل في عهد صلاح الدين الايوب حدد ممالي العصر الذي قيل فيه هذا النص ايام عمر بن عاص فاتح مصر ايام عصر بن امية عصر الدولة الايوبية عصر دولة الممليك طبعا عصر الدولة الايوبية في عهد في عهد صلاح الدين الأيوبي ميز السمة الفنية التي تجذب أذن المطلقة للاستماع على هذا النص كسرة الصور البيانية يعني الجماليات تشبيه استعارك نايم جاز سيوع السجع طبعا السجع معناه اتفاق أواخر الكلمات في الحروف والسكنات اسلوب الخبري طبعا الاسلوب الخبري بيناسب بيناسب الرسالة الوصفية كسرة المطابقات التضاد بين الكلمات هي طبعا الشيوع السجع وده طبعا اللي بيجذب أذن المطلقة إلى النص كم باء رقم اربعة حدد علاقة قوله لامتزاج بأهلها بما قبله طبعا هو بيوضح بيذكر كلام وبعدين لامتزاج بأهلها فنتيجة توضيح تأكيد تعليل يبقى طبعا اربعة بناء خدال تعليل لما قبله تعليل لما قبله خمسة استنتج المبدأ الأخلاقي من قوله أترشف من عذبها وآسنها طبعا أترشف يعني عذب وأشرب عذبها الماء العذب آسنها الماء المتغير الطعم الذي لا يمكن الإنسان أن يشربه ده دليل على أو المبدأ الأخلاقي التنعم بالطيبات من الرزق الحفاظ على نهر النيل طبعا المبدأ الأخلاقي اللي بتضمنها هذه المقولة حب الوطن في الرخاء والشدة في العسر وفي اليسر ستة ميز مما يلي نوع الصورة البيانية في قوله مطلع البذور هل هي كناية عن العلوم ولا استعارة تصرحية ولا كناية عن مصر ولا استعارة مكنية طبعا مطلع البذور هي استعارة استعارة تصرحية يصرح فيها أو يعني إذكرها المشبه أو حذف المشبه ويصرح بالمشبه به كأنه بيقول مصر هي مطلع البذور فإنه طبعا شبه مصر بمطلع البذور وحذف المشبه اللي هو مصر ويصرح بالمشبه به اللي هو مطلع البذور يبا ستة استعارة تصرحية خدنا رقم باء أحدد موضعا تأثر فيه الأديب بأسلوب الكرآن الكريم طبعا مما يدل على تأثر الكاتب بأسلوب الكرآن الكريم قوله أشركت الأرض بنور ربها والله صلاح الدنيا والدين والله اتضح الحق والتضع الباطل عز العالم وزل الجاهل طبعا هي قوله أشركت الأرض بنور ربها دليل على تأثر الأديب بأسلوب الكرآن الكريم يبا سبع خدنا رقم آلف لا يندرج تحت أثار البيئة في النص وجود السلاطين في حكم مصر ده طبعا من أثر البيئة في النص التزين بالجواهر والعقود من أثر البيئة في النص معرفة مطالع النجوم والبدور ده من أثر البيئة ولكن طبعا هو معرفة الطباعة ده لا يندرج تحت أثار البيئة إحنا تماني أخذنا رقم دال رقم تسعة استنتج المغذى الذي يرمي إليه الأديب من إبداع نصه هذا طبعا هو بيان فضائل ومميزات مصر والثناء والمدح لصلاح الدين الأيوبي حاكم مصر في ذلك الوقت أحل تطبيقات نصوص متحررة على نص مصر مطلع البدور من كتاب لكتاب الأدواء صفحة واحد وثلاثين في النص الأول إقلا ثم أجب يقول طاهر بن الحسين لابنه عبد الله حين وله ديار ربيعة أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشياته ومراقبته عز وجل مزايلة سخطه يعني البعد والابتعاد ومفارقة لسخطه واحفظ رعيتك في الليل والنهار الشعب والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك من الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه فإن الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب الرأف عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده والزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم طبعا الذب معناها الدفاع والدفع عن حريمهم وبيضاتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في عيشهم ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليك وسائلك عنه ومثيبك عليه بما قدمت واخرت ذلك فهمك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا يذهلك عنه ذاهل ولا يشغلك عنه شاغل وإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرجدك طبعا هي وصية يعني من الوصايا الهامة للحاكم يزم بها من يتولى أمر الرعية وهي أن يحفظ أن يحفظهم ويحافظ عليهم ويهيئ لهم أسباب الحياة ويوفر لهم سبل العيش العيش الكريم وأن يسوسهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى واحد استنتج معنى مزايلة في قوله ومزايلة سخطه هل هي مفارقة وابتعاد ولا رفض وخوف ولا تفكير وتدبر انتظار وتوقع طبعا مزايلة معناها مفارقة وابتعاد يب بركة موحد خدنا ألب مزايلة وابتعاد اثنين بما تعليل بدو الأب حديثي إلى ابنه بضرورة التزام طقوة الله طبعا الطقوة طقوة الله هي الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشاته هل هي لكثرة تعيب الإبن ومثالبه أي عيوبه لأن طقوة الله تعالى أساس ما بعدها لإحساس الأب بتهور ابنه وطيشه لمراعاة التدرج فقد بدأ بالأدنى ثم الأعلى طبعا هنا السبب أنه بدأ حديثه بالتزام طقوة الله لأن طقوة الله تعالى أساس ما بعده بتقوة الله تنصلح الأحوال وتنصلح القلوب ميز اللون البياني في والزم ما ألبسك الله من العافية طبعا هنا تصوير صور العافية بلباس أو بملبس يلبسه الإنسان وهنا طبعا سر جماله التجسيم يبقى استعارة مكنية سر جمالها التجسيم ولا استعارة تصرحية توحي برحمة الله بعباده ولا مجاز مرسل علاقاته السببية ولا تجبيه مجمل سر جماله التجسيم طبعا هي كده استعارة مكنية سر جمالها التجسيم إبتلا تخذنا رقم ألف أربعة حدد من النص الدليل على إيمان الأب باليوم الآخر عليك بتقوى الله وحده لا شارك له وخشيته مؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليه أوجب الرأف عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده ألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم طبعا هنا الدليل على إيمان الأب باليوم الآخر عليك بتقوى الله وحده وخشيته هنا طبعا الخوف من الله والإيمان باليوم الآخر يبأ أربعة خدنا رقم ألف خمسة صفحة اثنين وتلاتين حدد المحسن البديعي في قوله الحق لدمائهم والأمن لسبيلهم هل هو سجع ولا حسن تقسيم ولا مراعاة نظير ولا جناس تعالى نتطفق إن إحنا إذا كنا نتحدث أو يعني عندنا نص نسري فعلى طول نستبعد حسن التقسيم لأن حسن التقسيم والتصريع دول من خصائص يعني خاص بالشعر فقط أما النسر فخاص بالسجع والزدواج وباقي المحسنات البديعية مشتركة بين الشعر وبين النسر فكده أول حاجة استبعدنا حسن التقسيم فضل عندي سجع ومرعاة نظير وجناس الجناس إن تكون كلمتين متشابهتان في اللفظ ومختلفتان في المعنى طبعا ما عنديش كلمات بنفس النمط السجع اتفاق أو أخر الكلمات في الحروف والسكنات يعني أنا عندي دمائهم وعندي سبيلهم فهنا طبعا ده كده سجع لو موجود عندي ازدواج ممكن ناخد ازدواج بس مش موجود ازدواج فإحنا هناخد السجع يبقى خمسة خدنا رقم ألف سجع حدد الفن الأدبي الذي يمثله النص الخطبة ولا الوصية ولا الأمثال ولا الحكم طبعا الخطبة هي تقال في مواجهة الجمهور من حاكم لشعبه ده من أب لابنه أو من معلم لطلابه قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة الأمثال ده طبعا كل مسأل له مورد ومضرب الحكم اللي هي يعني إيه حكم تخلف ذكرها في التاريخ سواء شعر أو سواء ناس هي طبعا هنا الأب يوصي ابنه ويرسم له طريق الحكم السليم ورشيد فهنا طبعا ستة هناخد رقم با وصية حدد مما يلي سمة من أهم سمات النص السابق شيوع الألفاظ الغريبة خلافا لمعظم الناتج الأدب لذلك العصر طبعا ما فيش ألفاظ غريبة ما فيش طبعا عند قصر الجمل والفقرات كسمة أساسية من سمات الوصية تزاحم الصور البيانية ما لا يتوافق مع الخطبة من حيث الاعتماد على الإقناع ومقاطبة العقل طبعا ما فيش هنا تزاحم في الصور البيانية مقالفة الألفاظ العطفة حسجات الألفاظ موحية بالخوف والرهبة بينما كانت العطفة الطامعة في رحمة الله يب احنا خدنا رقم با قصر الجمل والفقرات كسمة أساسية من سمات الخطبة تمن يحدد الفكرة المشتركة بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وبينما ورد فيه الوصية والزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم والزب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضاتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم طبعا دفع أزو الضرر عن الناس من واجبات ولي الأمر وتعد أولى مسؤولياته والمهمة الأولى لولي الأمر هي الدفاع عن حياضه وحماية أرضه من أطماع الأعداء والقاسم المشترك بين الفقرتين يتمثل في التخفيف عن الناس والرفق بهم في جميع أمور حياتهم ولا إقامة العدل بين الناس دون تمييز من واجبات ولي الأمر التي لغنا عنها لإقامة دولة قوية طبعا المشترك بينهم أن يجب علينا أن نحن التخفيف عن الناس والرفق بهم في جميع أمور حياتهم نحن تماني خدنا رقم با من السمات الشخصية الواضحة لطاهر بن الحسين من خلال النص حرص الشديد على أبنائه وثقة الشديدة بهم حيث ول ابنه ديار ربيعة وأوصاه بما يدم له ملكه ويطيل مكسه في تلك الديار الخوف من الله والحرص على إقامة حدوده واتباع مسلك الخلفاء الخلفاء الراشدين في تقديم النص لولاتهم لضمان النجاة عندما يسألون عما استرعاهم الله من الأمنات حرصه على أن يكون محمود السيرة بين الرعية وذلك بإقامة العدل بينهم وحمايتهم وتوفير مصادر الرزق لهم وتولية من يرضون حكمه عليهم وسياساته لهم رغبتي في توطيد ملكي عن طريق تولية من يثق بولائهم له وزيادة بالحرص على ذلك أوصاهم بحسن معاملة الرعية يضمن بذلك ولا أهم له ولأولاده وذرياته من بعده طبعا هنا ده الخوف من الله والحرص على إقامة حدوده واتباع مسلك الخلفاء الراشدين إبا تسعى أخذنا رقم با عشرة ما أولى الأمور التي أوصى بها طاهر بن الحسين ابنه حين وله ديار ربيعة أول حاجة تقوى الله تقوى الله ومراقبته تقوى الله ومراقبته ومزايلة ومزايلة سخطه فحة تلاتة وتلاتين بيقول اقرأ ثم أجب خطبة الخليفة أبي جعفر المنصور في مكة أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بطوفيقه وتزديده وتأييده وحارسه على مانه أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه فقد جعلني الله عليه قفلا إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني فارغبوا إلى الله وسألوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم من فضله ما أعلمكم به إذ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أن يوفقني للرشاد والصواب وأن يلهمني الرأف بكم والإحسان إليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسوسكم بتوفيقه وتزديده وتأييده أنصحكم بالرفق في التعامل أحبكم مجتهدين أحكمكم بشرع الله أشارككم الرأي دوما طبعا معنى أسوسكم أي أحكمكم أكونوا بشرع الله سبحانه وتعالى أي وفق منهج الله سبحانه وتعالى يبا واحد خدنا رقم جيم وضح اللون البياني في جملة فقد جعلني الله عليه قفلة استعارة تصرحية توحب الإحساس بالمسؤولية ولا استعارة مكنية سر جمالها التجسيم ولا مجاز مرسل علاقاته الآلية ولا تجبيه بليغ سر جماله التوضيح يبا الحاكم قفل على المال هنا طبعا تجبيه تجبيه بليغ نفسه الحاكم هنا اللي هو أبي جعفر المنصور شبه نفسه بقفل على مال المسلمين قد يخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى وقد يمسكه أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى يبا هنا تجبيه بليغ سر جماله التوضيح ثلاثة ميز سمة من سمات الخطبة ثلاثة ميز سمة من سمات الخطابة في العصر العباسي بدت في خطبة أبي جعفر المنصور تغيان المحسنات عن الخطبة الاستشاد بآيات الكرآن الكريم الصخب في استخدام الصور التأثر بأمثال من العصر الجاهلي طبعا الصخب ما فيه الصخب في استخدام صور بيانية ولا فيه تأثر بأمثال من الحكم ولا فيه طغيان المحسنات فيه على الخطبة طبعا الاستشهاد بآيات الكرآن الكريم يبتلا تخذنا رقم باء رقم 4 حدد مصدر علو الجرس الموسيقي فيه الخطبة هل هو السجع ولا التورية ولا مقابلة ولا مرعاة نظير طبعا مصدر الجرس فيه النسر هو دايما تكون التصريع مصدر السجع مصدر الجرس الموسيقي فيه النسر عمتا هو السجع والازدواج هنا طبعا هناخد السجع باربعة خدنا رقم أنب رقم 5 حدد الغرض من النداء في قوله أيها الناس طبعا ده أسلوب نداء غرضه التنبيه ولا النص ولا التعظيم ولا طلب الإقبال طبعا غرضه التنبيه ينبههم إلى ما سوف يقوله لهم ستة ماذا طلب الخليفة المنصور من الناس أن يرضى كل منهم برزقه أن يدركوا أنه سلطان الله في أرضه أن يعظموا هذا اليوم أن يدعو له بالتوفيق والسداد طبعا طلب الخليفة المنصور من الناس أن يدعو له بالتوفيق والسداد لكي يعينه الله على تلك المسئولية سبعة بما يوحي قولي وحارسي على مانه إنه طبعا بيوحي بالإحساس الإحساس بالمسئولية والخوف من الله ومراقبته القطع الثالثة صفحة 34 من كتابنا كتاب الأضواء بنك الأسينة اقرأ ثم أجب يقول ابن العميد وصل كتابك فصادفني قريب العهد بانطلاق من عنة الفراق ووافقتني مستريح الأعضاء والجوانح من جوى الاشتياق فإن الظهر جرى على حكمه المأنوف في تحويل الأحوال وجرى على رسم معروف في تبديل الأشكال واعتقني من مخالتك عتقا لا تستحق به ولا وأبرأني من عهدتك براءة لا تستوجب دركا ولا استثناء ونزع من عنقي ريقة الزل في إخائك بيدي جفائك وتغلغل في مسالك أنفاسي فعوض عن النزاع عليك نزوعا منك ومن الزهاب فيك رجوعا دونك وكشف عن عيني ضبابات ما ألقاه الهوى على بصري ورفع عني غيبات ما سد له الشك دون نظري حتى حضر النقاب على صفحاتي وصفر عن وجوه فلم أجد إلا منكرا ولم ألقى إلا مستنكرا فوليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا فاذهب فقد ألقيت حبلك على غاربك وردعت إليك زمم عهدك طبعا في هذه الوصية أو في هذه الرسالة يقول أنه لا يندم على مصادقة هذا الصديق على فرق هذا الصديق حدد مما يلي معنى صادفني صادقني ولا وجدني ولا صدمني ولا أحزنني طبعا صادفني يعني وجدني إبا واحد خدنا رقم با طاز الفنية لأسلوب ابن العميد طبعا التأنق التأنق في التعبير والإكثار من الجمل المترادفة الإكثار من الجمل المترادفة والعناية باللفز والعناية باللفز مع الاهتمام بالمعنى مع الاهتمام بالمعنى الموازنة بين الجمل طولا وقصرا طولا وقصرا والإكثار من المحسنات البداية سمات النسر في العصر العباسي وده أكثر مبانا لدى ابن العميد ثلاثة حدد الصورة في قوله عنة الفراق هل هي تشبيه ولا استعارة مكنية ولا كناية ولا استعارة تصرحية طبعا هي عنة الفراق تشبيه شبه الفراق بأنه يعني إنسان يعاني من أمر ما يبقى استعارة مكنية خدنا رقم باء رقم 4 الكاتب عن صداقة المرسل إليه لأنه لم يعد يشعر بالشوق إليه لأن حكمة الظهر تقتدل انتهاء العلاقات مهما طال الزمن نشعر بالملل من رفقته ومصاحبته لظهور صفات خلقية في صديقي يكرهها فيه طبعا هو تخلى الكاتب عن صداقة المرسل إليه لظهور صفات خلقية لصديقه يكرهها فيه خمسة يقول ابن المقفع واعلم أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن ظهر لك منه ما تكره وازم بين هذا القول وبينما جاء في رسالته السابقة طبعا هنا يرى ابن المقفع أنه لا يحق للصديق مفارقة صديقي مهما كانت عيوبه بينما يرى ابن العميد وجوب مفارقة الصديق إذا اتصف بأخلاق سيء وهذا ما يتفق مع قول ابن المقفع وهذا ما يتفق مع ما جاء فيه رسالة ابن العميد اتفق الكاتباني في تقديس حق الصداقة حيث يرى أن الصداقة علاقة لا يمكن انهاؤها بأي سبيل من السبن طبعا العبارة هنا بعيدة لأن هنا قال لك أنت ابن العميد يحق للصديق أن يفارق صديقه طالما يتصف بأخلاق سيئة يبا احنا كده عن بعد رقم باء اتفق الكاتباني في أن الصديق تدوم صداقته مداما متصفا بالخلق الكريم أما إذا حاد عن ذلك وجبت مقاطعته وهذا الرأي لا يتفق مع قول ابن المقفع أنه لا يحق للصديق مقاطعة أخيه حتى وإن ظهر له خلاف ما يكره يبا احنا بعد نجيم إخان اختلف الكاتبان حيث تحدث ابن المقفع عن حقوق الأخ وعدم إمكانية مفارقته بينما تكلم ابن العميد عن حقوق الصديق وإمكانية قطع العلاقة إذا ظهر لنا منه ما نكره طبعا هنا هناخد خمسة رقم باء المقفع أنه لا يحق للصديق مفارقة صديقه مهما كانت عيوبه بينما يا ربن العميد وجوب مفارقة الصديق خمسة خدنا رقم أنب خمسة عين من النص مثالا يدرب لمن تكره معاشرته حضر النقاب عن صفحات شياميك ولا كشف عن عيني ضبابات ما ألقاه الهوى ولا رفع عني غيبات ما أزله الشك ولا ألقيت حب لك على غاربك ألقيت حب لك على غاربك يعني ده مثالا يدرب لمن تكره معاشرته يبقى ألقيت حب لك على غاربك ده مثالا يدرب لمن تكره معاشرته مربعة صفحة خمسة وتلاتين اقرأ ثم أجب كتب العماد الأصفهاني وهاني يصف أيام صلاح الدين واستمرت محاسن أيامه سنة بعد سنة وتعدلت بعدله الجوائح وتزللت ببأسه الجوامح ودنت له الممالك القاسية إذ عنت الحكمه الأمان العصية وملكة القلوب والقبول مهابته ومحبته معمة الخواص والعوام عارفته وعاطفته وما كان أبهج الأيام بأيام منه والإعصار بمزاينه والأمصار بمحاسنه وما كان أبهج الأيام به والأمصار بمحاسنه والإسلام بسلطانه والآفاق بسنية إحسانه وما كان أسعدنا بحدوده وأجدنا بسعوده وأغنانا بعدله وجوده فقد فقد الصباح فلا سناء وغاص البحر فلا غناء وهوى الطود فلا ثبات وزوى الرود فلا نبات ووهي الركن فلا سند وانتهى اليمن فلا جدة وغلب الكمد فلا جلد وعز العزاء فلا عز ولا قوة ولا عدد حدد مما يلي معنى بأسه يأسه ولا حسه ولا شدته ولا سلطانه طبعا البأس هنا معناها الشدة يبقى معناها الشدة والقوة يبقى احنا كده خدنا رقم رقم جي ثانت ودنت له الممالك القاصية كناية عن شجاعته كرمه قوة سلطانه ساعة بلاده طبعا كناية عن قوة السلطان ثلاثة الأمان العصية صورة بيانية نوعها استعارة تصرحية ولا استعارة مكنية ولا تجبيه ولا مجاز مرسل طبعا هنا صور الأمان بالعصية يبقى هنا هناخد ثلاثة استعارة مكنية استنتج الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب في إبراز محاسن عهد صلاح الدين استعرض جوانب الحياة الزهيرة في عهده ذكر شهادات من عاشوا في عهده طبعا ما فيش هنا شهادات قام بذكر مناقب صلاح الدين قارن بين أيامه وأيام غيره طبعا هنا قارن بين أيامه وأيام غيره يبقى احنا كده خدنا رقم دان أمسه اختر مما يلي ما يمثل هذا النص من فن أدبي رسالة وصفية رسالة ديوانية أدب الوصاية أدب الخطابة طبعا هنا رسالة وصفية لأن الكاتب يتحدث عن ذاته ويصف أيام صلاح الدين الأيوبي وما حدث فيها من عز وفقار للإسلام وللمسلمين ومن عدل وكرم وجود وخلافه رقم ستة حدث مما يلي ما لا يعبر عن أحوال الرعية قبل حكم صلاح الدين تعدلت بعدله جوانح فقد الصباح فلا سناء زو الرود فلا نبات وهي الركن فلا سند طبعا ما لا يعبر عن أحوال الرعية قبل صلاح تعدلت بعدله الجوانح رقم سبعة أستنتج العاطفة المسيطرة على الكاتب في ضوء فهمك للأسطر السابقة طبعا هي حب صلاح الدين حب صلاح الدين الأيوبي والإعجاب والإعجاب به وتقديره واحترامه وهيبته من الذي يقرره الأصفهاني عن حكم صلاح الدين الأيوبي اعتمد حكمه على جذب قلوب الناس إليه كانت الطبيعة في أيام حكم بديعة مزهرة اتسمت فترة حكمه بالعدل وإعلاء سلطان الإسلام قام حكمه على إغضاع الممالك القاصية طبعا اتسمت فترة حكمه بالعدل وإعلاء سلطان الإسلام يبه تماني أخذنا رقم جيم صفحة 36 من كتابنا كتاب الأضواء بنك الأسنة قطع نصوص نسرية على نص مصر مطلع البدول لإعماد الدين الأصفهاني كان شخصية لابن مماتي يصف الغروب ذهب ذهب الأصيل بنار الشفق وابست المشارك للسواد لما تم في المغارب على الشمس من الغرق وأقبلت مواكب الكواكب في طلب الثار كدراهم النثار وتشابهت زواهرها وإن اختلفت في الأسحار بالأزهار في الأشجار وتكلف القمر الموافقة فظهر على وجهه الكلف ومرت به طوالع النجوم فلم يستغبره حسدا فأعرب عن غدر الخلف بالسلف وظهر الوجوم في وجوه النجوم تخير مما يلي معنى كدراهم النثار ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم ما ينصر على الفقراء في مواكب الأمراء ما يلقيه أهل النسر والشعر من الكلام المباراة في النسر يبا دراهم النثار معناها ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم ما ينصر على العروس في الزفة من الدراهم يبا احنا اخذنا رقم ألف رقم اثنين ميز مما يلي علاقة فظهر على وجهه الكلف بما قبله تعليل نتيجة توضيح تأكيد هنا عندما يقول لما تم في المغارب على الشمس من الغرق وإن اختلفت في الأسحار بالأزهار في الأشجار وتكلف القمر فظهر على وجهه طبعا هنا شرطية يبا علاقتها نتيجة يبا احنا اخذنا رقم رقم باء ما يزنع البيان في قوله ذهب الأصيل تشبيه بليغ ولا تشبيه مجمل ولا تشبيه مفصل ولا تشبيه ضمني طبعا هنا تشبيه بليغ شبه الذهب بالأصيل ثم اربعة بين ذهب وذهب جناس ناقص جناس تام تورية سجع طبعا نحنقول جناس جناس تام يبا جناس تام رقم خمسة تندرج الرسالة تحت ما يسمى الرسالة الوصفية الرسالة الإخوانية الرسالة الديوانية الرسالة العلمية طبعا رسالة وصفية طبعا خمسة خدنا رقم أنف ستة كيف تستدل على رومانسية ابن مماتي طبعا من خلال سيطرت روح التشاؤم عليه روح التشاؤم عليه ثم سبعة وضح من خلال النص السري في علو الجرس الموسيقي الازدواج والسجع والازدواج والسجع والجناس طبعا هنا الجناس والازدواج طبعا نحن نقول السجع والجناس طبعا ده سر علو الجرس الموسيقي في هذا النص إبه إحنا سبعة خدنا رقم جيم يقول خليل مطران عن الغروب أوليس نزع للنهار وصرعه للشمس بين مآت من الأضواء وازم بين قول مطران وما جاء فيه رسالة ابن مماتي من حيث العاطفة المسيطرة اتفق كلاهما في سيطرة عاطفة الحزن والتشاؤم عليهم ولا سيطرت على مطران عاطفة الحزن بينما سيطرت على ابن مماتي عاطفة العجاب بالطبيعة طبعا ابن مماتي ليس عنده عجاب بالطبيعة ده عنده حزن وتشاؤم سيطرت على مطران عاطفة العجاب بالطبيعة طبعا عكسنه طبعا مطران ده عنده عاطفة حزن إبه إحنا بعيدنا كمان جيم اتفق فيه كلاهما في عاطفة الإعجاب برضو إبه بعيدنا دان يبه اتفق كلاهما في سيطرة عاطفة الحزن والتشاؤم إذا قرأت أو فهمت معنى الأبيات تقدر توصل أو تقدر تستبعد الإجابات لحد ما تصل للإجابة الصحيحة إبهنا تماني خدنا رقم أليم أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو إعجاب شارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله